اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي خلال الايام الماضية كلها تابعنا مسلسل بائس مسلسل هابط يحمل عنوان اعادة معدات مصفى بيجي طبعا بطلة محمد شيع السوداني رئيس الوزراء وحكومته وكل العملية السياسية في هذا المسلسل البائس الهابط الذي لا يساوي شيئا اللي يعني جعل الحكومة وكل اطرافها والعملية السياسية يعني مضحكة لعين الشعب لسبب بسيط لانهم يعتقدون انهم اذكى من الشعب يستطيعون ان يضحكوا على الشعب ولا يدركون ان الشعب اذكى منهم بكثير وعند قدرة على رؤية الامور لكنه صابر لكنه محتسب وصبر له حدود لن يستمر طويلا عموما سيناريو استعادة معدات مصفى بيجي كانت مضحكة مكية في نفس الوقت طبعا هذه المعدات سرقت بعد داعش طبعا 2014 وانتهت عام 2015 سرقت هذه وحملت بسيارات كبيرة سيارات حمل كبيرة ونقلت الى ايران فكك كل هذا المصفى الكبير العظيم اللي هو اكبر مصفى في العراق وكان يوفر انه كل ما نحتاجه وكنا نصدر من عنده الى الخارج الى تركيا حتى في سنوات الحرب العراقية الايرانية وخدمنا في سنوات الحصار لكن هما فككوه والعصائب واضح هي العصائب التي هذه ميليشيا العصائبية التي سيطرت على المصفى وفككته وحوادث كثيرة السوداني محمد الشيعة السوداني ريس وزراء الحالي زيارة مفاجئة يعني غير معلن عنها هما يعلنون سابقا زار محافظة صلاح الدين وذهب الى الى المصفى وقال انه استعدنا وهذا الكلام اللي يسمعنا استعدنا المعدات وكلها كانت بالشمال وجاب انها هو مريد نقول منه وجاب انها التاجر وهذه القصة المضحكة المبكية وكانت محاولة رخيصة جدا جدا وغير مجدية لتبرئة ميليشيا العصائب وتبرئة ايران من سرقة مصفى بيجيه الكل يعرفون في وقت كان وزير العام 2015 وزير النفط تابع لتيار الحكمة جماعة عمار الحكيم فحتى يخلصون من التهمة العصائب تهموا وزير النفط في ذلك الوقت انه هو اللي مسؤول عن سرقة المصفى فحصلت مشاحنة قوية بان نشب صراع بين تيار الحكمة جماعة ميليشيا عصائب الحق جماعة قيس بخز علي وتبادلوا الطرفين التهم واحد يتهم الله ونشروا الغسيل الوسخ كله على العبال والناس شافت وبالتالي اضطروا لانه حتى يبرؤوا نفسهم جماعة عمار الحكيم نشروا صور للمعدات الثقيلة وكثيرة محملة بسيارات حمل كبيرة داخل ايران على الحدود وداخل ايران دخلت الى ايران واللي يحميها العصائب ميليشيا العصائب وكل الناس كل الاعترافات كانت بهذا الاتجاه الان يعني سرقة عام 2015 بعد ثمان سنوات يعود محمد الشيعة السوداني يقول لنا انه هي كانت مادر وين بالشمال وفكت وراحت مدرب اسواق ولميناها من الاسواق وواحد تأجر وقصة ولا بألف ليلة وليلة لا تدخل ببال ولا احد يشتريها يعني حتى بترابل فلوس مثل ما يقولون المصريين واضح من اللي يسرقها واضح اما الان تريدون تبروها وتجيبونا يعني كم حاجة عتيقة مزنجرة وتخلوها بالشسمة ويوعدون انه المصفة بعد ما اعرف شقدر هيعود الى الانتاج وضعون هذه الكذبة الكبيرة وضحك على الناس هذه محاولة الاستعراضات مثل مشاريع محمد الشيعة السوداني حكومة جديدة ومشاريع وكلام كل استعراضات ومجرد ظاهرة صوتية ليس اكثر اما واقع الحال لمشت شيء لمشت تغيير من صار رئيس وزراء لحد الان ما الذي حصل يعني ما الذي حصل هل تم معالجة الاعداد الكبيرة من الموظفين ام زادوا الاعداد هل عادة الصناعة هل عادة الزراعة هل عادة معمل معين يعمل هل عادة قطعة زراعية استصلحات هل الفقر نسبتها قلت هل البطالة نسبتها قلت الجرائم هل نفس القضية نفس الموضوع وبالتالي نحن امام حالة غريبة يعني تحدثون عن قصة تاجر كردي اشترى معدات مصفبية جيل مسروقة وقصة مضحكة لا يمكن تصديقها لا يمكن لأي عاقل ان يقبل بها تسويق قصص خيالية لا يمكن لقبول بها وهذه القصة قصة يعني هذا المسلسل مع اعادة معدات مصفبات بيجي هذا يدلل على انه هؤلاء في العملية السياسية استهترون بالشعب استهترون بعقلية الشعب بضمير الشعب بشعور الشعب بكل شيء يتعلق باموال الشعب استهترون به ويحاولون ان يشتروا وقت لبقاءهم اكثر على كراسي الحكم ليس اكثر محاولة الان العصائب هي المسيطرة على الحكومة هي وما يسمونه بالاطار التنسيقي هذه الميليشيات تريد ان تبر نفسها لا حاجة يتكلم بعد يقولون احنا حرامية وكذا ما الاف البيوت مسيطرين عليها والاف العشرات الاف بالمئات الالاف من الاراضي الدواني من الاراضي سرقت ومن البيوت سرقت كل شيء المصانع فككت كل شيء الان تحدثوني على مصفة بيجي لقيتوا المدروين بالشمال وعلى الاكرادة يتحدثون عيب يسكتون لانه هذه التهمة برقبتهم انه هي كانت نايمة عندهم قابلين وساكتين طوال ثمان سنوات هذه القضية غير شكيل ومعيبة ولا يمكن قبولها اما ان يكونون الان الحكومة في الشمال ضعيفة والان محتاجة الى الرواتب من الحكومة المركزية الاتحادية ومن يقدرون يحكشون لانه هذه قضية اخرى لكن سيأتي وقت سيتكلمون سيتكلمون سيقولون الحقيقة سيقولون ماذا حصل وهذه الكذبة لا يمكن ان تمر وهذا السيناريو لا يمكن القبول به وهو بالاول والاخير سيناريو مضحك ويدلل على يعني ان العقول التي تحكم العراق عقول كسيحة وغير قادرة ان تتواكب مع هذا الشعب الطيب الذكي المبدع مع الاسف الشديد هؤلاء الذين يحكمون الشعب العراقي بهذه الشكل وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقتين أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة